موسيقى السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله في القلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تكلمنا في الفيديو اللي فات عن الأجازات اللي بأجر في قانون الخدمة المدنية هنتكلم في الفيديو ده عن الأجازات اللي بدون أجر وموقف رصيد الأجازات تبقى للقانون الخدمة المدنية الجديد قانون الخدمة المدنية سمح للموظف الزوج أو الزوجة لو حدي فيهم موظف والتاني جاله صفر إلى الخارج يجوز أن يقدم طلب سواء الصفر للعمل أو للدراسة يجوز أن الآخر للزوج أو الزوج أي واحد منهم كان موظف وإيجا للتاني صفر أنه يقدم صفر مرافقة زوج أو مرافقة زوجة إلى الصفر إلى الخارج ويجب على الوحدة أنه يتوافق له على الأجازة ولكن يتحمل في هذه الحالة التأمنات الاجتماعية ده الأجازة بدون أجر في قانون الخدمة المدنية النوع الثاني من الأجازات التي بدون أجر في قانون الخدمة أجازة رعاية الطفل بالنسبة للموظفة التي عندها طفل وتقدم طلب تحصل على أجازة رعاية الطفل بحد أقصى سنتين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام من حالة تحصل على 6 أعوام أثناء فترة الخدمة وبحد أقصى في المرة الواحدة على الأكثر عامية وفي هذه الحالة تتحمل الدولة اشتراكات التأمينات الاجتماعية يعني هي بتحصلش على أجل ولكن اشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بها الدولة بتتحملها طيب النوع الثالث من الأجازات بدون أجر في قانون الخدمة المدنية للأسباب التي يبديها الموظف أو الموظف فتح قانون الخدمة المدنية قال لك الموظف بيجي يبدي أسباب وطبقا لحاجة العمل احنا بنحدد كقطاع الموارد البشرية بتحدد هل حاجة العمل تسمح ان احنا ندن الموظف أجازات بدون أجر طبقا لحاجة العمل أو لا تسمح اما للصفر للخارج أو رعاية والد رعاية والدة أو ما شابها ذلك هو بيكتب السبب اللي هو عايز له أجازة ولا يحصل على أجر في هذه الأجازة ويتحمل اشتراكات التأمينات الاجتماعية السؤال المهم موقف فسيط الأجازات في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وكيف يحصل الموظف على حقوقه في قانون الخدمة المدنية بالنسبة للأجازات اللي هاتي قانون الخدمة المدنية اختلف عن قانون العاملين المدنيين 47 لسنة 79 ليه؟ القانون القديم كان يحق للموظف أن هو يجمع فسيط أجازاته لحد ما يطلع معه يدفع دعوة قضائية يصفى فسيط أجازاته القانون ده لا قال لك يسقط الحق مختلف قال لك يسقط الحق في الحصول على الأجازة الاعتيادية إذ لم يتقدم الموظف بطلب الحصول في سنة استحقاقه بمعنى لو الموظف ما خدش الأجازات الاعتيادية اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات يسقط الحق في أجازاته الاعتيادية ولا يحق لها وأن يحصل عليها الكلام ده من إمتى؟ من سنة 2016 طب الأجازات الاعتيادية اللي كان الموظف مجمعها قبل 2016 يعني واحد موظف من 90 من سنة 2000 من 2005 من أي سنة وكان مجمع أجازاته الاعتيادية أما بيطلع معاهش إن شاء الله بيتقدم بطلب للحصول عليها أمام حاكم مجلس الدول ولكن من عام 2016 ومنذ تطبيق قانون الخدمة المدنية الموظف اللي ما بيقدمش على طلب الحصول على أجازته الاعتيادية بيسقط الحق في هذه الأجازة ولا يجوز الحصول لها وعليه إلا في حالة الاستثنائي الحالة دي اللي هي بقى إن الموظف تقدم بطلب الحصول على أجازته الاعتيادية وجهة العمل رفضت الأجازة لأسباب المصلحة العامة في الوحدة أو المكان العمل اللي بيعمل فيه يجوز لو في هذه الحالة أن يرحل أجازته الاعتيادية في حدود ثلث يعني واحد أمضى عشر سنوات بياخد 30 يوم يرحل عشر طيام بس للسنة اللي بعدها أو للسنة اللي بعدها لمدة ثلاث سنين وبعد الثلاث سنين بيصفي أجازاته الاعتيادية بس ده يكون جهة العمل رفضت الأجازة لأسباب تقتضيها المصلحة ويتم ترحيل في حدود تلت الأجازات ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات طب بعد الثلاث سنين بيعمل ايه؟ بيتقدم بطلب ويثبت بالطلب الأساسي الأولاني أنه كان تقدم وتما الرفض ويتم تصفية الأجازات ويحصل عليها وهو أثناء الخدمة مش شفت أنه يستنى أنه يطلع معاهش عشان يحصل عليه ممكن يفع دعوة قضائية يطالب برصيد أجازته اللي هو تم رفضها ويأخذها نقدا طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد وطبعا أنا لي نقض على هذا القانون أنه هو فتح باب الأجازات أن الموظف ما سيأخذ خمسة وفبين يوم أجازة وإن ما أخذهاش يسكت الحقه فيها فبيخلي المصالح الحكومية يخلي الموظف يقولك طبعا ناخد أجازة اللي اعتيدة طبعا ويسكت الحق لكن قانون سبعة وفبين لسنة تسعة وسبعين كان يعني بيعند الموظف حافظ أنه يجمع رصيد أجازاته عشان يأخذها مبلغ بعد ما يطلع معاش لكن هو كده فتح أن المصالح الحكومية بيكون فيها فراغ بسبب الأجازات الاتيادية فنسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما نكون